واتحت البوابات واندفعت الجياد والأفراس على بركة الله في مواجهة على مسافة الميل مسافة 1600 متر على جائزة عبدالله عبد المحسن البسامة الاندفاع يبدأ مع صعود في الصدارة في المركز الأول المطاردة تأتي من الساقب في المرتبات الثانية الساقب في المرتبة الثانية مع محاولات ظهور لسيلفيا وكذلك أخطى اليميل في المرتبات الرابعة مع محاولات الظهور والتقدم يافذ في أول ظهور رسمي من الخارج في هذه اللحظات فيما صعود في الصدارة في المركز الأول ساقب في المرتبات الثانية مع محاولات أيضا ذو الأطلال أيضا لتحصي موقع وعفاستات أيضا للدخول لتحصي موقع في المرتبات الرابعة فيما صعود في الصدارة في المركز الأول يافذ في المركز الثاني هنا يظهر ساقب في المسار الداخلي مع ظهور عفاسة من الخارج وذول أطلال يبدأ في الاستحثاث سيلفستر دوسوزا الآن لاتجاه من الخارج مطاردا لصعود صاحب الصدارة المناطف إلى أخير صعود في الصدارة في المركز إلا والمعليكسس مورينو لم يبدأ تحريك الآن هنا المطاردة من ذول أطلال في المرتبة الثانية من يظهر كذلك أخطى اليمين محاولات مع الصاكب أيضا وعفاسة فيما صعود في الصدارة في المركز الأول استحثاث أليكسس مورينو هنا المطاردة تأتي صعود يحافظ على الصدارة في المركز الأول بطول ونصف الطول في المركز الأول فيما تشتد المنافسة في المركز الثاني صعود إذا المشاهدين الكرام يحقق المبتغى والمطلوب وينتز انتصاره الأول مع مشاركة الرسمية السابعة ألف مبروك للمالك يوسف محمد عبد الرحمن الطريف ترجمة نانسي قنقر